اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تخبرون في الزمن القديم كان الحجر موجود الحجر وبعض الناس يسميه القرعي هذا الولدي حجر اخته بنت عمه ما تأخذ الاجربي وكان اخوانها العمها ثلاثة وحطين العين عليها وهي وحيدة امها وبيها وتخبرون البنت الوحيدة في البيت تبطي وهي في بيت امها وبيها حتى اخوانها العمها ما يجونها يعني ما تقدموا لخطبتها على اساس خدمة امها وبيها لأنها هي الوحيدة فخلوها وسنهم قارب لسنها يعني هي يمكن قريبة من سن الولد الوسط فيهم وهم عمارهم كلها قريبة من بعض العيال يعني تخبرون بينهم سنة سنتين الكبير عمره ستة وعشرين سنة الثاني مثلا اربعة وعشرين وثلاثة وعشرين ثلاثة يوم من الايام هي المراهلة وصلت خمسة وعشرين ستة وعشرين كبيرة صارت كبيرة لكن زواج الفتاة تخبرون اذا كانت ستة عشر خمسة عشر سبعة عشر في هالعدود قبل العشرين لكن لما توصل الى خمسة وعشرين ستة وعشرين يعتبرونها بالنسبة للمراهة كبيرة وبالنسبة للرجال لا عادي فقالوا اختنا بنت عمنا كبرت في السن وبيها بعد يبغي يجوزها وتخبرون ستر الشوفة زواجها الى زواجها ولي يمرها البنت يعني يرتاح تكون يعني في ستر مع زوج وتخبرون الشيبان بيها وامها يبغون يشوفون يعني عيالها عادهم حيين قبل للموتون الشيبان وكان الشيبة ودهن يزوجها لكن هي دايما ترفض تقول لا أنا بقعد ما نميستعجل أحل الزواج وأبغي أخدمكم والدي والتي وهي هين الزواج ملحوق نقلي وتمت على كدائلين وصل عمرها الى الثلاثين يوم وصل عمرها الى الثلاثين أخوانها يا الحم وكل ما كلموها قالت ما بغو الزواج وتخبرون ما بها جبرية ما يقدرون نجبرونها فخلوها لكنهم ما هم خلينها الغيرهم قالوا أبدا إلى بغو الزواج حين موجودين وهي أصلا قصدها ما كانت يعني لها عين برا تبغي أحدا غيرهم لا لكن تبغي تخدم والدها ووالدتها ما تبغي تروح في بيت رجال ثاني ووالدها ووالدتها ما عندهم حد فقال لها يوم من الأيام أخيها ولد عمها الكبير قال لها يا فلانا هم حالتهم وحدة وكلهم قريبين من بعض لكن البيوت تخبرون بعيدة من بعض يعني ما هم جنب بعض فقال لها يا أختي بنت عمي أنت لا تبغي أنت خدمين يعني الوالد والوالدة فهم مثل ما هم والديش والدي أنا فتقعدين عندهم وأنت طولتي في العناس ويعني ما لش اللي الزواج الله يطول عمره وتخبرين المرأة اللي يتقدم عمرها والرجل اللي يتقدم عمره يعني صعب أنه يكون عليه يجي عليها عياله وبناته سبحان الله يعني كل ما تقدم في الزواج كل ما كان أفضل ف وإن كانش يعني قصدش ما تروحين من والدش ووالدتش خلص فتكونين عندهم ولا أنت تبغين أما أنا ولا أخوي الأوسط ولا الصغير خلص يقعد مع الوالد والوالدة عندكم إي لين الله يدبر الأمور قال قالت طيب بس أنا لي شرط أنا ما نمت خيرتم فيكم أنتو كلكم ولا ولا يعين برا علشان تدرون أن الرفضي هذا ما هو لأنهم شكوا هم العيال إلا ها نظرة ثانية أو إنها تحب رجال ثاني من قبيلة ثانية أو أو واحد من طرف قبيلتهم إنها يعني ما تبغيهم لكنها حلفت إن هذا هو قصدي ما لي عين يعني عنكم بعيدا عنكم ولا لي قصد أني أبغي رجال ثاني لأنهم شكوا كل ما جواها ترفض ترفض وتقول تحجج فهم قالوا ويمكنها تحجج بس إنها تقعد عندي بيها وأمها لكن لها نظرة ثانية أو تبغي رجال ثاني لكنها لا الحقيقة أنا كانت تبغي تخدم أمها وبيها قالت أنا يعني بعطيكم نوع من الاختبار على أساس إن الثانين يعذرونني يعني لو خذيت الكبير بيزع للأوسط ولو خذيت الصغير بتزعلون بيزعلون الباقين فكلكم عندي سواء هم العيال يعني ما فيه فرق بينهم في العمر يعني قلت مثل ما قلت في بداية السالفة عمارهم بينهم سنة سنتين كلهم كبر بحض بس سن هذا أكبر من هذا بسنوات بسيطة فقالت أنا بعطيكم سؤال أو لغز اللي منكم بحله خلاص الثانين يعذرونني قالوا طيب خلاص عز الله يعني عداش اللغ عطينا قالت قالت وشي الثلاث البيض فسروا لي الثلاث البيض والله أنك تشوف الثلاث البيض أول مرة يسمعونها احتاروا العيال فقالت أبدن روحوا لكم بدأ للشهر شهرين واللي منكم يحلي وشي الثلاث البيض أبدن أختار زوجي والباقين يعذرونني فراحوا العيال تفرقوا خلاص معدلهم حيلة كل واحد منهم راح يدور منطقتهم اللي هم فيها خابرين ما في هذا ولكن الناس الفاهمين الحكمة اللي يعرفون السوالف ويحلون للغاز ويحلون فواحد منهم كل واحد منهم يفكر وين موجودين الناس اللي يمكن يحلون للغاز وفكرنا في هذه المشكلة كل واحد حسب فكره فواحد رح في جهة وواحد رح في جهة قبيلة تنذانية وواحد رح في جهة تنذانية مضى وقالت لا تعودون علي إلي انت يجبون لي الجواب اللي منكم كل واحد منهم يتمنى أن حد يحله المشكلة هذه وأنها يرجع لها وياخذها كل واحد منهم من العيال الثلاثة راحوا والأول ما حصل الكبير ما لقى اللي يحله المشكلة هذه أو الحل يعني راح في الطريق اللي يعني الناس اللي هو راح لهم ما هم بحسب ظنه ما جاوا على حسب ظنه الأوسط بعد كذلك ما 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 كانوا على حسب ظنه الناس اللي هو راح لهم كل واحد منهم هقال الناس أنهم اللي يفهمون الصغير جاء له ناس واذكروا له رجال أنه هو اللي بيحله بيحله سوال أو اللغز ويش ثلاث البيض وجاء عنده وظافه وكرمه الرجال وكان الرجال حكيم مسافة مشى ركب ذلوله ومشى كل واحد منهم ركب ذلوله ومشى لفجه راح لصوب عرب قاعدوا يمكن شهر أو شهرين وهم يدورون حل السوال وحل اللغز ويجي عنده ويضيف وهم جاء في الليل وقد هم يتعللون وش علومك يا ضيف قال والله هذا علومي وهذا علومي وتكفى جايك والله حان للك ما علمه أن السوال منخته بنت عمه جايك وتخبر وبتكسب أجرا فيه وأبغى عرفها سوال أبغى عرفه قال وش شو قالها لي رجال وحال كلام قبل لاسأله يفسرها لي وراح الرجال وما دريه تورح قال وشي قال وشي الثلاث البيض ويقوم الرجال ويفسر لهيها الثلاث البيض ويحسب لها الأول والثانية والثالثة ويقوم الولد كان مولودا عليها ولد ولا كاسب كسب ويسري في ليلة الشاي بيبغي يقول أمس قال لا والله ويشد على دلوله ويسري في ليلة ويروح مسافة هله يمكن خمسة أيام ست أيام ويعقب عندهم العيال الباقين الكبير والوسط ما بعد جاءوا يوم جاء ويحلها الثلاث قالت صحيح خلاص جهز روحك خل الربع لنجون وأنت نصيبي وفعلا تزوج هالولد عقب محلها أسئلتها الثلاث الثلاث البيض وأنا عزائي المشاهدين ماني بحلها لكم أبغيكم أبغيكم تفكرون فيها اللي يعرفها يفسرها واللي ما يعرفها بحلها لكم في حلقة ليلة العيد هذه سالفتنا عزان المشاهدين اللي حبيت سمعكم بياها الليلة أرجو أنها حازت على رضاكم وإلى سالفة أخرى ومع السلامة موسيقى